طالما نعيش أزهى عصور التطور التكنولوجي لا تندهش أبداً إذا كنت في ساحة انتظار وشاهدت إحدى السيارات تسير جانبك دون سائق أو حتى ركاب فشركة تسلا أصدرت إصداراً جديداً لتشغيل سياراتها الذكية وبالأخص طراز S ومودل X ومودل وهذا الإصدار الجديد يتمتع بالكثير من المميزات لكن أهم ميزة هي خاصية الاستدعاء الذكي عبر الهاتف كيف؟ دعونا نعرف من الفيديو التالي اشتركوا في القناة 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 وكانت هذه هي النتيجة لا يوجد في القناة لا يوجد في القناة اشتركوا 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 في القناة يعني لن تشغل بالك بعد الآن بتذكر المكان الذي تركت فيه السيارة فبإمكانك استدعاؤها عبر الهاتف في الوقت الذي تطرح فيه شركة تسلا هذه الخاصية الجديدة أكدت أنها غير مسؤولة قانوناً عن أي حوادث تقع نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا وفقاً لما قالته وكالة الأنباء الألمانية قالت أيضاً أن مستخدمي تكنولوجيا الاستدعاء الذكي هم المسؤولون عن السيارة ومراقبتها وعن كل ما يحيط بها في كل الأوقات كما أوصت أن تكون رؤية واضحة بين السائق والسيارة أثناء خروجها أو دخولها إلى ساحة الانتظار لكن رواد مواقع التواصل فضلوا اختبار الأمر بنفسهم مع إضافة بعض التعديلات أو التحديات مثلاً ماذا سيحدث في حال اعترض السيارة أي عائق أثناء استدعائها؟ لنشاهد المفاجأات كما رأيت أن يؤلون ؟ حوال شخص النظر يؤلون عن السيارة غير تسلا؟ إنها ستزع سأحذر سأتنا نحن تحرير الفتاة لنحن لانها باعتمان خورت الحر وأنتم بحرارات النظر إلى السيارة أعتقد أنه ساعدت حققًا ظلما تسرلوا الانتظار لكن لنحن لحن رأيتهم أمم سيقدم هذا عمل لم تذهب على ضع السكان سوء Hideيc تقني وقت واحدة المحنة وقت سوى العنوان سوى العنواني لم ترى المستقبل افتح المن Passion وعندما سوى العنواني ثم افتح المن كومت ومع الترمي وانتهي لا يمكنها السيارة فعلا تتوقف عندما يعترضها أي شيء لكن بالتأكيد الأمر يحتاج لتجارب أكثر لمعرفة درجة الأمان عند استخدام خاصية الاستدعاء عن بعد هذه كانت أراء كل من قام بتجربة خاصية تيسلا الجديدة